السلام عليكم ورحمة الله. معكم اسامة من قناتكم جاسمي زون. قبل ما نبدأ في اي حاجة وابدا ما نتكلم مع الناس اللي على طول موجودين جواد دايرة. احب اقول ان انا مبسوط جدا بنتيجة التصويت اللي انتو قلتوا على النهاردة. طبعا ده مش كلام نهائي لسه مستمرين في التصويت. اه احب بس اطمن الناس اللي اتكلمت في موضوع جواهر فري فاير ان شاء الله هتتحط في الحزبين. هو بس الفكرة ان انا شحنت بس بس بس. اه بس اتضح ان في مجموعة كبيرة معنا جدا فري فاير فان شاء الله ان شاء الله هنوفر برضو في المسابقة جواهر فري فاير شحن فوري. اه بس يعني انتظر بقى الاعلام بتاع المسابقة كده والحبشة الكلام بتاعتها بس يعني سيب ده الكلام ده للمسابقة يعني فيديو المسابقة هيبقى فيديو مخصص له يعني. نرجع بقى تاني ونشكر الناس اللي موجودين لجوة دائرة ديت اللي هم خمستاشر الف سبعمية وستاشر. سبعمية ستاشر. اه اخو اخت ومشترك ومشتركة ام افضلوا ان هم يقضوا قطع القناة عشان يكسبوا يعني يتفرجوا على الولد اللي قاعد بعمل ما يبقى شرح ده قط يعني. على مبسوط جدا الله يعني انت مش متخيلين. انت فرحتويني قد ايه ان انا كنت حطت اختيار ما لوجوش اي لازمة ولاية الناس كلها بصراحة معظم اخترتوا. مش متخيلين انا مبسوط قد ايه وفرحان قد ايه بالناس اللي حطت الاختيار ده يعني بجد بجد انتوا على روصي من فوق. وده ما يمنعش ان انا هكسبكو برضو. ان شاء الله يعني. اه النهاردة معدنا مع اثبات سحب برضو بتاع تطبيقة. ما عافش الاثباتات كترت ليلي من دول والله هي هي جاي كده. هي جاي كده. ما ما بتجهزش الحاجة والله هي جاي كده. ده كان تطبيق كلنا شرحناه قبل كده وكلنا انه هو صادق وكان في ناس قبل كده برضو تكلمت عنه وعمل تعليق اثبات سحب. مش هنقول ليه ما ما تعملش عليه. لا اتعمل عليه. بس ما عافش الناس بتيجي لغاية عن تانا وبتقول لي لأ انا عايز برضو منك اثبات سحب. مش عارف يعني انا اكيد يعني التطبيق طالما الناس قالت عليه صادق يبقى اكيد صادق. مش عارف انت ليه شاكك. ليه شاكك. لا تشتغل. لا اله الا الله. طيب عشان ما نضيعش وقتك الكريم. هنخش هنا على الفيديو بتاع الاثبات. اه التطبيق طبعا زي ما انت شايفه اللي هو الكاشنج. هو انا لقيته فعلا تطبيق خفيف لزيز يعني سهل جدا الشغل عليه. انا جمعت تسعة تسعة تلاف تسعمائة واحد واشر دخلت عشان اسحب البي بال. الحد الان مع الدولار. الناس هتقول لي انت ليه بتسحب بس سحب صغير كده عشان تثبت لنا وخلاص دي نقطة عشان الناس اللي بتقعد على طول بتطلب اسبات على الفاضي وعلى المليان دي نقطة. تانية نقطة انا عشان ديء وقت اللي انتو كلكم بالنسبة للناس القديم هو الجديدة برضو اللي ما بتهتمش بعلامة الاي اللي بتظهر في اول الفيديو ما عرفش ليه. في يا جماعة علامة اي بتظهر في اول فيديو فيديو مهم جدا يا ريت تتفرج عليها يقريمك عشان بس ما نتعبش مع بعض. آآ فبقيت بدور على الحد الادنى عشان انا وقت دايق فبحب اعمل المهمات الصغيرة اللي تجيب لي الحد الادنى عشان بس اسحب واتطمن ان الطبيق صادق مش اكتر من كده. زي ما انتو شايف بعد ما سحبنا الرسالة دي مش هتجي لك فقطها بالزفط يعني ممكن تجي لك بعدها بربع ساعة تلت ساعة. زي ما انتو شايف ما عرفش ليه طبيق اللي فتحنا سحبنا منه الدولار جي دولار ده سحب اربعة وتلاتين سنت ده نسة وسطين سنت ما عرفش ليه بصراحة بس ما هم انهم جميع يعني. هو دي الموجود الرسالة بتاعتهم هو عشان بس اكد لك ان الرسالة اللي هي بتاعت زي ما انت شايف هوت. اهو دي بتاعت استلمنا المبلغ. طيب عشان ما نضيعش وقتك الكريم برضو اللي احنا مصررين ان احنا نضيعه. انا مش مصر ان انا اضيع وقتك والله. انا بحب اتكلم معكم يعني. انا فتح القناة دي يعني عشان في دك. دي اولا واخيرا. وده هيعرف ويتأكب منه الناس اللي بتخشي لعلى خاص وعايزة تبعت فلوس للقناة وانا برفض. هيأكدوا الكلام ده. انا مش داخل عايزة اخبر من وراك حاجة. حتى الرف الكود اللي انت مفروض الناس بتقول ده انت عمم بتعملتش حاجة انت بس انت الي احدك اللي بتستفيد. لأ مش انا لو احد اللي بتستفيد. الناس كلها معانا في القناة بتكسب. وانا برضو بكسب وكلنا بنكسب والله. بس انا لما حتى احضط لك الكود وبيديك حرارة الاختيار برضو انك تدخلوا. او لأ. علشان تساعدني ان انا اجمع مع موقب بشكل اصرع شوية عشان اقدر اعمل لك اثبات لان انا وقتي مش مش ملكي زي ما انت عارف يعني انا انا مش هبقى متفرغ ان انا اصور لك واثبت لك وعمل لك كل حاجة لازم انت كمان تساعدني مش اكتر من كده يعني دي 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 مش حاجة انا هاخده احطها في جيبي بس ايان يا جدع ما احنا بداني على مسابقاتها هو انا يعني هاخد فلوس ليا لم يشكر الناس لم يشكر الله يا جدعا لازم هتديك الطبيق وجهته سهل وبسيطة السيرفايز انا اشتغلت على شوية سيرفايز بساط اه هي الشركة اللي اولانية ديت والتانية اللي هي الناس اللي هتقعد تقولي طب ما تعمل لنا استبيانات مش كلها بتنجح فعشان كده مش هقدر اقعد اصور كل استبيان واشوفو هينجح عشان امنتجه لك وعمله لك بتبقى صعبة شوية سيبها لوقتها كده هكون انا فاضي وبازن لها حوالك فيها كتير يعني والتسك اوفر اه اشتغلت على ايه دي جيم وعلى اوفر تورو الناس هتسأل برضو انت اشتغلت على ايه انا مشتغلتش على المهام التقيلة بصراحة يعني عشان نكون صورة عشان بس اجمع الحد لان لان انا ما عنديش وقت هي كلها كانت في المهمات اللي هي الصغيرة زي مسلا اه حاجة زي كده مسلا افتح التطبيق وشغله بس مش عارف لمدة قدية وكزا واخد ستين نقطة اه افتح التطبيق واعمل اه اللي هي الفترة التجربية الحاجات اللي هي بالفيز الوهمية والحاجات ديه لان بصراحة الفترة انا ما كانش عندي وقت ان انا اعمل اه اعمل مهمات كان في جزء بسيط من الرفرال كود بس كان ده جزء بسيط والجزء البيه انا كملته بالمهام الشركتين اللي انا انصحك انك تشتغل عليهم والاوفر تورو عايز تشتغل ببي بي ان ولا ما انصحش به هتشتغل على الشركتين اللي فوق بعض دول اللي هي عالمات الاي ديت اهي اللي انا بقى شاور عليها دية. ما تشغلش البي بي ان. الناس اللي هتقول لي هتحط لنا ايه في الروابط ولا في الحوارات. انا مش داخل عمل اقتصار روابط عشان اخب بنورك فلوس. ولا داخل اضيع وقتك عشان تقعد تلف حالي نفسك. انا هحط لك اي رابط سواء اذا كان رابط التطبيق او رابط البي بي ان لو اضطريت ان احط رابط انا كده 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 بوضح يعني. هتلاقيني مسلا في فيديو من الفيديو هك مسلا. هقوم حضط لك التطبيق كده. وجنبه البي بي ان بتاعه. اللي انا ناوي اشغله لو انا حبيت اشغله يعني. فهبقى موريك البي بي ان. هقول لك اشتغل على يوفو اشتغل على يوجا اشتغل على اكسبرز في بي ان اشتغل على كذا اشتغل على كذا. بنده. هوريك كل حاجة. لو الطريد ان انا هحط لك الرابط احط لك الرابط تحت. احنا الهدف من القناة انا مش عايزة صعبها عليك. انا عايزة سهل عليك على قد مقدر. عايزك تكسب. انا عارف ان الناس هتقول طب انت بترغي ليه? انا ما برغيش. انا كل اللي انا بعمله ان انا داخل اقول لك لاني كان فيه ناس طلبك مني قبل كده. قالت لي اعمل فيديوهات للطبقات اللي انت تضمن انك انك تشتغل عليها والفلوس توصل لك علشان تقدر تدينا دفع ان احنا نشتغل من غير ما نكون خايفين ان الفلوس توصل ولا لأ. فالفيديوهات اللي هتبقى بالمنظر ده. الفكرة مش ان انا بعمل لك فيديو فاضي لا انا بعمل لك فيديو علشان اطمن الناس اللي هي طلبة انها تطمن على الطبقات اللي شغالة او بمعنى اصح الطبقات اللي انا سحبت منها شخصيا فبالتالي انا بقول لك التطبيق ده شغال مليون في المية سحبت منه. الناس اللي بتخش تسحب مرة واثنين وثلاثة ويجي في الرابعة او الخمسة ما يسحبش ما يجيش يقول التطبيق نصاب انت سحبت. فمعنى ان التطبيق حصل فيه مشكلة او ما بعتلكش سحب ده مش نصاب. اه المواقع نفس الكلام. عندكم يا جماعة كل كل وسائل تواصل مع مع الطبقات او مع او مع المواقع. تواصلوا معهم لو عندكم مشكلة واكيد هتتحلم. ما ينفعش تبقى سحبت مرة ووقت ما تسحبش هيتقول عليه نصاب ما ينفعش. اشتغلوا بس اهم حاجة. والناس برضو اللي بتقول اه طب انا اشتغلت ببي بي ان انت قلت اشتغل بي انا يا جماعة لما بقول اشتغل بي بي انت بقول اشتغل بي بي ان على مسئوليتك. احنا كده احنا كده اللي بننصب يا بصراحة يعني انا لما اشتغل على 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 تطبيق بي بي ان وهو منع بي بي ان ما جيش اشتكي ان النقط ما وصلتش احنا بنشغل بي بي ان طب انت قلت شغلت بي بي اني ليه? انا بشغلك في التطبيقات اللي ممكن تسمح بحاجة زي كده. علشان تاخد عروض اكتر. انت عايز كده. انت عايزني اقول لك ازاي تجيب عروض اكتر. خلاص انا بقول لك ازاي تجيب عروض اكتر. بس بقول لك في نفس الوقت اشتغل على ضمانتك انت. عايز تبمن ان النقط توصلك في اي تطبيق في اي موقع. وبالذات اجنبي اشتغل من غير بي بي ان. المواقع المصرية او التطبيقات المصرية لو صاحب التطبيق بيسمح بكده خلاص. بس في نفس الوقت هو لو ما جلوش آآ فلوس من التطبيق من الشركات العروض اللي انت نفسها بالفي بي ان شركة العرض بتروح اقيله لأ العرض ده مرفوض ان انا اديك الفلوس بتاعته خلاص هو ما خدش الفلوس وبالتالي مش هيديك فاتمنى ان انا ما كونش قطلت عليكم الكلمتين الاخرين دول كان مهمين جدا علشان خاطر فيه كومنتات كتير بنفس الكلام اللي انا بقوله ده. فانا عندي يعني ثلاث دقايق او دقيقتين ارد فيهم على الكومنتات دي بدل من انتو بتسألوني مليون مرة في نفس الكومنت معلش ضيع وقتوك شوية اسمعوني في الفيديو هنا في الكلمتين دول او بانزل التعليقات اقرأ شوف السؤال بتاعك انا مجاوب عليه ولا لا لو مش مجاوب عليه اسأله جاوب عليه خلاص اقرأ الاجابة خلاص على كده اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي هيبقى فيديو كده ليه علاقة ببج شوية يعني يلا اشوفكم على خير سلام انتظروا المسابقة سلام